السلام عليكم وستعلم نكمل دلوقتي مع بعض شرح السلم وقفنا في الخطوة اللي فاتت عند خطوة السكشن هنقف دلوقتي عند خطوة اللوودينج او خطوة التحميل انا عندي حمل ديد لود مقداره دبي واحد موزع على الوفقي فيه دبي واحد داش موزع على الميل زي ما احنا عارفين ان دبي واحد داش عبارة عن او دبي اتنين عبارة عن زائد الكور تمام اما اللايف لود فهو ببقى على او على الميل وده اللي هنا شايفينه هنا هنشوف دلوقتي بنشتغل ازاي ونزبط احمل ازاي خش على لود لود طايبس عندي حالتين تحميل هدخلهم هتبقى ديد وي اللايف نعمل كلوز هنخش دلوقتي على حالة التحميل الاولى وهي ديد هتبقى هنخش على ديد وي هنخش على سيرفس وي يونيفور هنزبط احملنا اول حاجة سبعة من عشرة في اتجاه حكس زد سالب سامعة من عشرة وي اد هتبقى على الميل او على اصدقى على البسطة دي والبسطة دي وي ابلاي وي خش على تاني على وي هنزبط سيرفس وي هنزبط المرة دي هتبقى سالب بوينت تمانية سبعة خمسة متأكد سالب بوينت تمانية سبعة خمسة ده مزبوط ده هيبقى على الميل هيبقى على الميل واد وي هنخليها هنا وهنا وي ابلاي وي كلوز وي دلوقتي على الحالة اللي بعدها هي حالة اللايف لود دي كانت حالة ديت لود هنخش دلوقتي على حالة اللايف حالة اللايف هتبقى عندنا معروفة الحمل السلم بيبقى ثلاثة من عشرة في البسطة اما الميل عشان هنندل كوزين سيتا هيبقى مقدره هيبقى مقدره بوينت اتنين ستة اتنين وانزبط الوقتي الكلام ده اخش على سيرفس وي دي هسالب بوينت اتنين ستة اتنين وي اد وي على فين هنا هنا وي هنا وي ابلغي وي كلوز كده انا وصفت حالة التحميل اللي عندي بي اي اعمل منوال كومبينيشن هتبقى انزبط الوقت القادم kim용 الوقت الوقت اور ارتان وي اوكي هيبقى فيها اللايف بواحد وستة ونودي هناك وابلاي وكلوز وأكده أنا عملت حالة التحميل اللي عندي بقي خطوة وهي خطوة الاناليسيز والريزولت ودي هنتعرف عليها في الخطوة الجاية ان شاء الله